وفي أوروبا تتواصل ردود الأفعال بعد وفاة زعيم الكوبي في دالكاسترو حيث تجمع في العاصمة الإسبانية مادريد العشرات من الكوبيين أمام مقر الصفارة الكوبية عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الكوبي السابق وقد حرست الشرطة الإسبانية على الفصل بين المؤيدين لكاسترو والمعارضين له من الكوبيين الذين يعيشون في إسبانيا وهذلك بعد مواجهات بين الجانبين يسقط في دالكاسترو الحرية لكوبا وكل المعتقلين السياسيين وحن الوقت لأن تصبح كوبا دولة ديمقراطية أنا حزين لوفاة القائد وكنا نعلم جميعا أن هذا سيحدث في يوم ما لقد اكتسب مكانة في التاريخ من جهته أعرب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو رخوي عن تعازيه لحكومة كوبا وشعبها في وفاة قائد الثورة الكوبية في دالكاسترو والذي وصفه بالشخصية التاريخية أما في بريطانيا فقد أشهد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين بالبطولة الثورية لرئيس الكوب السابق وحي وجوده على الصحة العالمية وما قدمه لكوبا خاصة فيما يتعلق بالنظم الصحية والتعليم ما هو مثير للإعجاب في كوبا نظم التعليم والخدمات الصحية؟ أعتقد أنها ترك وموروث لفي دالكاسترو كذلك حملت مناهضة الفصل العنصري كاسترو خلق حوارا من نوع آخر الرئيس الفرنسي فرانسوا ولوند الذي التقى مع زعيم الكوب في العام 2015 في أول زيارة لرئيس دولة فرنسي لكوبا منذ الثورة اعتبر في دالكاسترو من أهم شخصية القرن العشرين كان يريد دائما دفاع عن كوبا بكل فخر ووقف في وجه كل الضغوط الخارجية وعلى وجه الخصوص الحظر على بلاده وحتى ولو كنت غير موافق على انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا إلا أنني اعتبرت دوما الحظر قرارا من جانب واحد وغير مقبول مجزع جزء جزء بكثن من الزغط، قد اعتبر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة